طيب أسئلة سريعة كده يا مجموعة من استفسارات الناس دايماً بتسأل عنها ماذا لو؟ ماذا لو خدت الدواء مثلاً زي ما حدك ذكرت دلوقتي كان متخزن بطريقة غلط أو خدت الدواء مثلاً وصيبت معي في العربية 3-4 أيام شمس وكتمة وزهد وحاجات كتيرة كده وبعد 4 أيام افتكرت إنه حاطت الدواء في العربية في خدت الدواء استوى آه طبعاً استوى ده هرجعه تاني أستاذ الله ده مش هيستخدم يعني برجعه بقول إن الدواء ده حصل فيه المشكلة الفرانية وأنا محتاج إن أنا أغير يعني يرجع للشركة أو تتبرع به لو كان لسه ما بص هو السيدالي هيبقى أقدر واحد يقولك هيحصل في أيام هيرجعه للشركة يأما هيقول لهم محتاج يتعدم أو إنه هيقول لك حصلش مش هيحصل المشكلة بس هو هيق صعب إنه يرجع للسيدالية دك عارف يعني خلاص إحنا اشتري نامل هو مش هيرجع وتاخد فلوس هيرجع لترمي يعني هيتعدم هو السيدالي هياخده عشان يرجعه للشركة عشان يتعدم وعموماً أي يعني أي دواء درجة حرارته اختلفت هو بيحصل منه كذا حاجة ياما المادة الفعالة بتقل شوية ياما بيبوص تماماً ياما بيبقى ساماً بما إن إحنا الناس العادية مش هتوقف تفرق أو إيه اللي هيحصل من التلاتة الأحسن أنا برجع تاني للسيدالي بسأله هو حصل واحد من ثلاثة أربعة أعمليه فده إجابة أول حاجة طب أنا الحاجة للحل بقى أنا ما بخزنش أدوية ولا في عربية ولا في الكابنت بتاع الحمام ولا في المطبخ الدواء لازم يتخزن في درج يكون جاف في مكان ساقع في البيت مكان ما بيوصلوش شمس مباشرة وبراجعوا كل شهر كل ثلاثة شهور عشان نبقى عمليين إيه اللي طالع منه اكسبايرد إيه اللي طالع منه صالحياته انتهت إيه اللي حسيت إن العلبة شكلاة تغير إيه شكل القرس شكله تغير وعادتاً إحنا برضو بنقص الشرائط كتير فعادتاً إحنا بنقصه ونقصين مع الإسم بعليها في شهرين ثلاثة بنا مش عارف القص مشاريع دواء إيه أصلاً أي اسمه التاريخ كمان والتاريخ ده ده أهم فأنا مهم لو حد هيقص الشريط بيلزع عليه تاني الإسم بتاع الدواء وتاريخ الصلاحية بتاعه كان عملي زي